اكد محافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة ان السباق الذي جرى بمشاركة 350 جمل من مختلف الاعمار شهد نجاحا كبيرا خلال فاعليات السباق واضف شوشة انه تم توظيف كافة الامكانيات بالمحافظة لنجاح المهرجان الذي توقف 14 عاما طبعا في ختم فعالية اللي احنا كلنا مشتقل لها من 14 سنة وتنجح بهذا النجاح ده ما بيثبتش حاجة الا ان الناس متشوقة الى مثل هذه الاحداث او الانشطة الرياضية احنا عملنا هذا الاحتفال وان شاء الله في احتفالات العيد القوم من محافظة شمال سيناء ان شاء الله هنعمل تاني هذه الاحتفالية وان شاء الله تكون الميدان تجهز بصورة افضل من دي رغم ان هو تبذل فيه مجود كبير الا ان هناك بعض الملاحظات لازم حتضغطها وان شاء الله في 25 ابريل يكون احتفال كبير ان شاء الله وللمزيد عن مهرجان الهجن ينضم الينا مراسل التلفزيون المصري احمد الحسيني اليك احمد بالفعل منذ قليل اخطمت فعاليات مهرجان الهجن المصري هنا في مدينة العريش بعد توقفه لمدة 14 عاما حيث اقيمت الفعاليات على مدار يومين يوم امس واليوم واخطمت بحضور وزير الشباب ورياضة واللواء محمد شوشة محافظ شمال سيناء الفعاليات اقيمت ظهر امس بمشاركة نحو 360 من الجمال من محافظات شمال وجنوب سيناء بالاضافة العدد من محافظات القناة ومحافظة الوادي الجديد وقد تم منذ قليل تكريم الفائزين في هذه المصابقات مصابقات الهجن التي تقام هنا في نادي الهجن المصري بالعريش الذي يعد من اقدم نوادي التي شهدت صباقات ورياضة الهجن وقيمت فيها فعاليات ومصابقات محلية وعربية ودولية اشير ايضا الى ان محافظة شمال سيناء قامت بالاستعدادات كثيرة جدا لاستقبال هذا الحدث الضخم من حيث اعادت تجهيز هذا المدمار ورفع كفاءته بطول ثمانية كيلو مترات وتوسعت عرض هذا المدمار بنحو 20 مترا ووضع الحواجز الترابية والسوات الترابية على جانبي المدمار الى جانب فعاليات هذا المهرجان وهذه الصباقات تقام ايضا معارض فنية من منتج شمال سيناء ومن الذين يقومون بمشغولات يدوية هنا يقام معرض ايضا لاصحاب المشغولات اليدوية هنا في العريش اختمت فعاليات اليوم بعد تكريم الفائزين في هذه المصابقات وهو في النهاية رسالة امن وامان من هنا من مدينة العريش اليكم زملائي في الاستوديو